اشتركوا في القناة قد تحول العالم اجمع الى مجتمع عاشق لليوغا بل ويمكن القول ان الارض تحولت الى قاعة كبيرة لممارسة اليوغا واصبحت ربوع الارض بمثابة ملعب كبير يمارس فيه الجميع اليوغا كشخص واحد اليوم بدأ الناس يمارسون اليوغا ليس من اجل التعافي من مشكلات صحية ولكن ايضا باعتبارها مكونا هاما من اجل حياة ينعم فيها المرء بالعافية الان ونحن في سبيلنا للاحتفال باليوم العالمي الثاني لليوغا اود ان اعرب عن اطيب تمنياتي وخالص تحياتي للمحب اليوغا في كافة انحاء العالم وانني لعلى يقين من ان العالم اجمع سيستمر في المشاركة في الاحتفال باليوغا والمضي قدما في ممارسة اليوغا من اجل التمتع بالصحة والعافية وكذلك من اجل ان يصل الفرد لدرجة من الوعي يشعر عندها بالتوحد بين ذاته والكون من حوله اليوغا ليست مجرد تمرينات بدنية فاليوغا تساعد المرأة على التخلص من التوتر كما تساعد الفرد كذلك على التحرر من اي ظروف مسببة للتوتر وتساعد اليوغا على تحقيق صفاء ذهني لونا نجعل اليوغا جزءا من حياتنا اليومية للوصول الى صفاء ذهني والعيش في عالم ينعم بالسلام اليوغا هي جزء لا يتجزأ من الارث الثقافي الخاص بالهند لقد تطورت اليوغا وانتشرت في كافة انحاء العالم على يد مجموعة من ابرز معلم اليوغا الانوت الجميع يعي تماما اليوم ان تمارين اليوغا تساعد الانسان على الوقاية من الامراض اتمنى من كل قلبي نجاح الفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها احتفالا باليوم العالمي لليوغا لقد قام سعادة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي بتقدم صفوف المشاركين في الاحتفالية التي نظمتها وزارة ايوش بحكومة الهند في منطقة راكبات في نيو ديلهي حيث احتفل العالم باليوم العالمي الاول لليوغا بحماسة كبيرة في الحادي عشر من يونيو عام الفين وخمسة عشر شهدت الفاعلية تحقيق رقمين عالميين تم تسجيلهما في موسوعة جينيس للارقام القياسية وهما اكبر جلسة يوغا بمشاركة خمس وثلاثين الفا وتسعمائة وخمسة وثمانين ممارس واكبر عدد من الاشخاص من جنسيات مختلفة شاركوا في جلسة يوغا واحدة حيث شارك اشخاص من اربع وثمانين جنسية مختلفة اليوغا هي في الاساس فرع من فروع المعرفة الروحانية وهي تعتمد على علم لا يدركه الكثيرون يركز على تحقيق التناغم بين العقل والجسد ويمكن القول ان اليوغا هي فن وعلم في وقت واحد ويهدف الى تحقيق صحة افضل للانسان كلمة يوغا مشتقة في الاساس من جذر كلمة باللغة السينسيكريتية وهو يوغ ويعني ينضم او يتحد ووفقا للنصوص الخاصة باليوغا فان ممارسة اليوغا تؤدي الى تحقيق الوحدة بين الفرد والكون الوصول الى توازن تام بين الجسد والعقل والانسان والطبيعة وتعود اصول علم اليوغا الى الاف السنين حتى قبل ان يتعرف الانسان على الديانات او المعتقدات وطبقا للمورثات الشعبية الخاصة باليوغا فان الشيفا هو ادي يوغي او معلم اليوغا الاول الذي قام بنقل معارفه المتعمقة عن اليوغا الى طلابه السبعة الذين يطلق عليهم اسم سابتاريشيز او الحكماء السبعة ترجع ممارسة اليوغا الى ما قبل العصر الفيدي ولكن يرجع الفضل للحكيم العظيم ماريشي باتينجولي الذي يعرف باسم ابو اليوغا الحديثة في تقنين ووضع نظام خاص لليوغا في تلك الفترة والذي عرف باسم اليوغا السوترا وبعد ذلك ساهم العديد من كبار معلم اليوغا في تطوير اليوغا والحفاظ عليها ونشر هذا الاسلوب الرائع وهناك العديد من مدارس اليوغا المختلفة ومن بينها جيانا يوغا بھاكتي يوغا كارما يوغا باتينجولا يوغا هاتا يوغا كونتاليني يوغا دهيانا يوغا مانترا يوغا لايا يوغا جينا يوغا بودري يوغا وغيرها من المدارس الأخرى ولكل مدرسة من هذه المدارس منهجها وتدريباتها الخاصة بها التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف الأسمى من ممارسة اليوغا ومن بين أشهر أوضاع اليوغا ما يلي ياما نياما نياما آسنا برانياما براتيهارا دهرانا دهيانا سمادهي بندها مدرا شاد كرماز يوكتهارا منترا جابا يوكتا كرما يجب على ممارس اليوغا اتباع مجموعة من الإرشادات الأساسية عند أداء تمارين اليوغا قبل البدء في التمرين يجب أن تتم ممارسة اليوغا في جو يتسم بالهدوء والصفاء على أن يكون الذهن والجسد في حالة استرخاء يجب أن تتم ممارسة اليوغا مع خلو المعدة من الطعام أو بعد تناول وجبة خفيفة تناول قدرا قليلا من العسل المذاب في ماء فاتر إذا شعرت بالهزال يفضل ارتداء ملابس قطنية خفيفة ومريحة لسهولة حركة الجسم في حالة شكوى المرء من مرض مزمن أو ألم أو مشكلات في القلب ينصح باستشارة الطبيب أو معالج باليوغا قبل أداء تمرينات اليوغا يرجى اتباع التالي خلال أداء التدريبات يجب أن تبدأ جلسات التدريب بترديد مجموعة من الأدعية أو الابتهالات لأن ذلك يساهم في خلق جو عام يساعد على الصفاء الذهني يجب أن يتم أداء التدريبات اليوغا ببطء وارتياح لا تكتم أنفاسك ما لم يتم ذكر ذلك بوضوح خلال التمرين لا تقبض عضلات جسمك ولا تقم بأي حركة مفاجئة خلال التمرين قم بأداء التمرينات وفقا لقدراتك الشخصية يجب إنهاء جلسة التدريب بهدوء عميق أو ما يعرف باسم شانتي باثا لا يجب تناول الطعام أو أخذ حمام سوى بعد مرور ما بين 20 إلى 30 دقيقة من نهاية التدريب مرحبا بكم في عالم اليوغا مرحبا بكم في عالم الحكمة الذي لا يزال مهما ومفيدا في عالمنا اليوم كما كان عليه الحال منذ آلاف السنين ومفيدا في عالم نهاية التمرين اشتركوا في القناة دیو بھاگم یتھا پوروے سنجانانا اپاستے سنجانانا اپاستے سنجانانا اپاستے سنجانانا اپاستے سنجانانا اپاستے مرحبا بكم في عالم اليوغا دعونا نبدأ بمجموعة من اوضاع اليوغا وضع تشالانا كرياس او تدريبات بسط عضلات الجسم لزيادة حركة الدورة الدموية الصغرى في الجسم تدريبات الرقبة تحريك الرقبة للامام والخلف قف في وضعية استعداد باعد بين قدميك بمسافة مناسبة ضع يديك حول خسرك قم باخراج نفس ثم اثني رقبتك للامام ببطء وحاول ان تجعل ذقنك تلمس صدرك قذ نفسا وانت تحرك رقبتك للخلف لأقصى درجة ممكنة بالنسبة لك ثم العودة مرة اخرى الى الوضعية الاولى وانت تكتم انفاسك لف الرقبة جهة اليمين وجهة اليسار اخرج نفسا ولف رقبتك ببطء جهة اليمين حاول ان تجعل اذنك تقترب قدر الامكان من كتفك دون ان ترفع الكتف خذ نفسا بينما تعود بالرأس الى الوضعية الطبيعية اخرج نفسا ولف رقبتك ببطء جهة اليسار خذ نفسا وانت تعيد رأسك الى الوضعية الطبيعية ثني الرقبة يمينا ويسارا اخرج نفسا وانت تثني رقبتك ببطء جهة اليمين حتى تكون الذقن في وضعية استقامة مع الكتف خذ نفسا وانت تعيد رأسك الى الوضعية الطبيعية اخرج نفسا وانت تثني رقبتك ببطء جهة اليسار خذ نفسا وانت تعيد رأسك الى الوضعية الطبيعية لف الرقبة في حركة دائرية حرك رقبتك للأمام وحاول أن تجعل ذقنك تلمس صدرك قذ نفسا وأنت تحرك رأسك ببطء في اتجاه عقارب الساعة أخرج نفسا وأنت تحرك رأسك نحو الأسفل حرك رأسك ببطء عكس عقارب الساعة استشعر انبساط عضلات المنطقة حول الرقبة والاسترخاء الكبير في مفاصل وعضلات الرقبة والشعور بالتخلص من التوتر في منطقة الرقبة بالنسبة لمن يعانون من آلام في الرقبة أو التهاب في الفقرات يجب أن يقوموا بأداء هذه التدريبات برفق حركات الكتف ضم الساقين وفرد جسمك وضع الزراعين باستقامة بجانب الجسد خذ نفسا ثم ارفع الزراعين لأعلى بالقرب من الرأس على أن يكون وجه الكفين للخارج أخرج نفسا وأن تتنزل الزراعين للوضعية الأساسية لا يجب أن يلمس الزراعان الرأس وهما مرفوعتين لأعلى ولا يجب كذلك أن يلمس جانب الجسد عند تنزيلهما للأسفل يجب أن يكون الكفان مفرودين والأصابع مضمومة تحريك الكتفين في حركة دائرية قف في وضعية مستقيمة ارفع الزراعين ثم اضغط بأصابع يدك اليمنى على كتفك الأيمن واضغط بأصابع يدك اليسرى على كتفك الأيسر حرك الكوعين في حركة دائرية كاملة حاول أن يلمس الكوع مقدمة الصدر أثناء الدوران للأمام وأن يلمس الأذن عند الحركة الأعلى شد الزراعين أثناء الدوران للخلف بالكوعين المس جانبي الجذع أثناء الحركة بالكوعين لأسفل كرر نفس الحركات باتجاه عكس عقارب الساعة كرر التمرين خمس مرات يساعد هذا التمرين على الحفاظ على سلامة عظام وعضلات وأعصاب منطقة الكتفين وهذا التمرين مفيد لعلاج التهاب فقرات الرقبة وتيبس الكتفين لف الجذع بعد بين قدميك لمسافة قدمين تقريبا ارفع الزراعين حتى مستوى الصدر على أن يكون الكفين في مواجهة بعضهم البعض للداخل أخرج نفسا وأن تتلف جسمك نحو اليمين حتى يلمس كف اليد اليسرى الكتف الأيمن عد مرة أخرى إلى الوضعية السابقة مع أخذ نفس كرر نفسا وأن تتلف جسمك نحو اليسار حتى يلمس كف اليد اليمنى الكتف الأيسر عد مرة أخرى إلى الوضعية السابقة مع أخذ نفس كرر نفس التدريب ببطء مع التنفس يجب تجنب القيام بهذا التدريب عند وجود آلام في فقرات الظهر أو اضطرابات في العمود الفقري وكذلك خلال فترة الحيض استرخي في وضعية الوقوف حركة الرجبتين خذ نفسا ارفع الذراعين حتى مستوى الكتفين أخرج نفسا مع ثني جسدك في وضعية القرفصاء خذ نفسا واستعد وضعية استقامة الجسد كرر التمرين مرتين يساعد هذا التمرين على تقوية الرجبتين ومفصل الحوق يجب تجنب أداء هذا التمرين في حالة الإصابة بالتهاب شديد في المفاصل أخرج نفسا وأنت تعيد يديك إلى أسفل والآن ننتقل إلى أوضاع يوجاسنا تاداسنا كلمة تاداسنا تعني النخلة بعد بين قدميك لمسافة بوسطين شبك أصابع اليدين ثم جعل باطن كفي اليدين إلى الخارج خذ نفسا وارفع الذراعين لأعلى على أن يكون على نفس استقامة الكتفين ارفع كحلي القدمين لأعلى عن الأرض حاول الحفاظ على توازنك وقوفا على أصابع القدمين ابقى على هذه الوضعية لمدة تتروح ما بين 10 إلى 15 ثانية يساعد هذا الوضع على تحسين توازن الجسم وتقوية أعصاب العمود الفقري ويصحح الوقوف الخاطئ الآن أخرج نفسا ارجع بكحلي القدمين إلى الأرض تخلص من تشبيك أصابع اليدين انزل بالذراعين بصورة متوازية حتى الجذع مع العودة مرة أخرى إلى وضعية الوقوف وضعية الشجرة كلمة فريكش تعني الشجرة قف وباعد بين قدميك لمسافة بوسطين ركز على نقطة أمامك مباشرة أخرج نفسا مع ثني القدم اليمنى والإمساك بوجه القدم باليد اليمنى ضع باطن القدم على الفقذ الأيسر من الداخل يجب أن يلامس كعب القدم منطقة العجان خذ نفسا ومد الذراعين لأعلى وضم الكفين ابقى على هذه الوضعية لمدة تتراوح ما بين عشر إلى خمسة عشر ثانية وتنفذ بصورة طبيعية يساعد هذا التمرين على التناسق العضلي العصبي والتوازن وتحسين القدرة على التحمل واليقظة يجب عدم القيام بهذا التمرين في حالة المعاناة من التهاب في المفاصل والسمنة أخرج نفسا وانزل الذراعين والقدمين كرر التمرين أخرج نفسا مع ثني القدم اليسرى والإمساك بوجه القدم باليد اليسرى ضع باطن القدم على الفقذ الأيمن من الداخل يجب أن يلامس كعب القدم منطقة العجان خذ نفسا ومد الذراعين لأعلى وضم الكفين استرخي بادا هستاسانا كلمة بادا تعني القدم بينما كلمة هاستا تعني اليدين خذ نفسا ببطء ارفع الذراعين لأعلى شد جسمك من منطقة الوسط أخرج نفسا وانحني للأمام حتى تريح كفيك بكامل على الأرض حافظ على هذا الشكل النهائي للوضع لمدة ما بين عشر إلى ثلاثين ثانية يمكن لمن يعانون من تيبس في الظهر أن يقوموا بالانحناء قدر استطاعاتهم فقط خذ نفسا واعتدل ببطء وصولا إلى وضع عمودي مد الذراعين حتى أعلى الرأس أخرج النفس وعد سريعا إلى الوضعية الأصلية عند بداية التمرين مع عكس الترتيب الخطوات استرخي ادعم الظهر بيديك عند منطقة الوسط أخرج نفسا أرجع رأسك للخلف ومد عضلات الرقبة انحني بجسمك للخلف من عند المنطقة القطنية استرخي وتنفس بصورة طبيعية حافظ على هذا الوضع لمدة تتراوح ما بين عشر إلى ثلاثين ثانية خذ نفسا وارجع مرة أخرى للأمام ببطء يساعد تمرين أردر تشاكر على إكساب مرونة للعمود الفقري بالإضافة إلى تقوية الأعصاب الشوكية وتحسين القدرة على التنفس خذ نفسا وارجع مرة أخرى للأمام يجب على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحذر وهم ينحنون بأكسادهم تريكون أسنا كلمة تريكون تعني المثلث قف وباعد بين القدمين بمسافة مناسبة ارفع ذراعك ببطء على الجانبين حتى يصبح في وضع أفقي تماما أخرج نفسا وانحني ببطء جهة اليمين ثم ضع يدك اليمنى خلف قدمك اليمنى تماما بينما تقوم برفع ذراعك الأيصر لأعلى في وضعية مستقيمة مع ذراعك الأيمن حافظ على هذه الوضعية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 30 ثانية مع التنفس بصورة طبيعية يساعد هذا التمرين على منع الإصابة بمشكلة تسطح القدمين ويقوي عضلات السمانة والفغذ والوسط مما يكسب العمود الفقري مرونة أكبر ارجع ببطء وانت تأخذ نفسا كرر نفس التمرين من الجهة اليسرى تجنب أداء هذا التمرين في حالة الإصابة بانزلاق غدروفي أو أرق النساء وكذلك بعد التعرض لجراحة في البطن لا تحاول أن تجهد نفسك أثناء أداء التمرين أدي التمرين وفقا لقدراتك بادراسانا دعونا الآن نستعد لأداء وضعيات الجلوس التي يطلق عليها اسم بادراسانا كلمة بادراسانا تعني الثبات اجلس مع شد الجسم مد قدميك تماما إلى الأمام ابقي يديك إلى جانب الفغذين هذه هي وضعية داند أسنا والآن ضع باطن قدميك في وضعية مقابلة لبعضهما البعض أخرج نفسا وشبك أصابع يديك سويا وضعهما تحت أصابع قدميك اجذب الكعبين قدر المستطاع ليصبح قرب منطقة العجان هذا هو الوضع النهائي ابقى على هذه الوضعية بعض الوقت يساعد تمرين بادراسانا على ثبات الجسم والعقل والآن مد قدميك للأمام في وضعية تعرف باسم ذيسرام أسنا يجب عدم القيام بهذا التمرين في حالة المعاناة من التهاب في المفاصل والسمنة فاجراسانا اجلس في وضع دانداسانا اثني رجليك واجلس على كعبي القدمين ابقي الفغذين قريبين والمسهما بالإصبع الأكبر من القدم ضع اليدين على الركبتين مع الإبقاء على الرأس والظهر في وضعية استقامة هذا هو وضع فاجراسانا اجلس في وضع فاجراسانا انهض وقف على رجبتيك اخرج نفسا وضع كفيك أعلى الوركين من الخلف مع توجيه أصابع اليدين إلى أسفل حافظ على توازي الكوعين والكتفين ارجع رأسك للخلف مد عضلات الرقبة خذ نفسا واحني جذعك للخلف قدر استطاعتك اخرج نفسا واسترخي هذه هي الوضعية النهائية للتمرين حافظ على هذا الوضع لمدة تتراوح ما بين عشر إلى ثلاثين ثانية مع التنفس بصورة طبيعية يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الظهر والرقبة ويخفف من آلام الإمساك وآلام الظهر والآن خذ نفسا واعتدل في جلستك اخرج نفسا وانزل يديك إلى جانبي جسمك عد إلى وضع فاكراسانا واسترخي أشتر أسانا والآن نقوم بآداء تمرين أشتر أسانا كاملا اجلس في وضع فاكراسانا انهض وقف على ركبتيك باعد بين الركبتين وكذلك القدمين من الخلف لبضع بوساط خذ نفسا وأنت تتني جذعك للخلف ضع كف يدك اليمنى على باطن قدمك اليمنى وضع كف يدك اليسرى على باطن قدمك اليسرى احذر ثني الرقبة للخلف بقوة هذا التمرين مفيد للغاية لعيوب الإبصار وكذلك للتخلص من آلام الرقبة والظهر ويساعد التمرين على تقليل الدهون في منطقة البطن والأرداف يحذر القيام بهذا التمرين لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفتاق خذ نفسا وارجع مرة أخرى للأمام عد إلى وضع فاكراسنا واسترخي ششان كاسنا كلمة ششانك تعني الشعر باعد بين ركبتيك كثيرا لامس بين أصابع القدمين ضع الكفين بين الربتين على الأرض أخرج نفسا ثم مد ذراعيك للأمام لأبعد ما تستطيع ومل إلى الأمام ضع ذقنك على الأرض حافظ على وضع الذراعين ممدودتين بالتوازي انظر للأمام واستمر في هذا الوضع سوف يساعد ذلك على تقليل التوتر والغضب خذ نفسا ثم ارفع جسدك لأعلى أخرج نفسا وعد لوضع فجراسنا مد ساقيك لوضع فجراسنا على المرضى الذين يعانون من التهاب العظام أن يقوموا بهذه الحركات بحرص أوتان ماندوك أسنا الوضع النهائي لتمرين أوتان ماندوك أسنا يشبه جلسة الضفضع في وضعية مستقيمة اجلس في وضع فجراسنا باعد بين ركبتيك من الأمام وقرب أصابع القدمين من الخلف خذ نفسا وأنت ترفع ذراعيك لأعلى ضع الضراعين خلف رأسك في وضعية مقصية بحيث يكون كف كل يد على الجزء الأعلى من الكتف المعاكس حافظ على استقامة الظهر والرقبة يساعد هذا التمرين على التخلص من آلام الظهر وآلام العمود الفقري كما يساعد على تحسين حركة الحجاب الحاجز وكفاءة الرئتين يجب على من يعانون من آلام حادة في مفصل الركبة تجنب آداء هذا التمرين ارفع الذراعين لأعلى مع أغذ نفس اخفض الذراعين لأسفل ضع راحتي اليد على الأرض قارب بين الركبتين مرة أخرى كما في الوضعية الأولى كلمة فاكر التعني الثاني اثني الساقة اليمنى وضع القدم اليمنى بجوار الركبة اليسرى ضع الذراع اليسرى خلف الركبة اليمنى وضع كف اليد اليسرى بجوار القدم اليمنى أخرج نفسا أدر الجسم والوجه إلى جهة اليمين ابقى في هذا الوضع وأنت مستريح أدر رأسك للأمام حرك يديك من موضعهما مع إخراج النفس ابسط ساقيك ثم عد للوضع الأول واسترخي في وضع بجراماسنا ويزيد هذا الوضع مرونة العمود الفقري ويساعد على التغلب على حالات الإنساك عصر الهضم وعلاج مرض السكر كرر نفس الحركات في الجهة الأخرى أدر رأسك للأمام حرك يديك من موضعهما مع إخراج النفس ابسط ساقيك ثم عد للوضع الأول واسترخي في وضع فيجراماسنا كلمة ماكرا تعني تمساح استلق على بطنك مع المباعدة بين الساقين قدر الإمكان مع جعل أصابع القدمين تتجهان للخارج ضع رأسك على كفيك واسترخي هذا الوضع هو ماكراسنا وتتم ممارسة هذا الوضع للاسترخاء في كافة أوضاع الاستلقاء على البطن وهو يساعد على راحة الجزء السفلي من الظهر بوجانجاسنا بوجانجاسنا دعونا الآن نستعد لأوضاع الاستلقاء على البطن بوجانجاسنا تعني كلمة بوجانج الثعبان أو حية الكبرى استلقي على بطنك أرح رأسك على كفيك وأرح جسدك الآن ضم الساقين وابصد ذراعيك ابقي جبهتك على الأرض ابقي كفيك بجانب صدرك وارفع الكوعين خذ نفسا وارفع ذقنك وارفع صدرك حتى منطقة الصرة هذا هو وضع البوجانجاسنا هذا الوضع جيد للتحكم في التوتر كما يساعد على التحكم في ألم الظهر ومشاكل الشعب الهوائية أخرج نفسا وضع جبهتك على الأرض ومد ذراعيك باعد بين ساقيك ضع كفيك على الأرض وارح رأسك على كفيك واسترخي شالباسنا تعني كلمة شالبا الجرادة استلقي على بطنك والآن ضم ساقيك ضع ذقنك على الأرض وضع كلا ذراعيك بجوار جسدك مع جعل الكثين إلى جهة الأعلى خذ نفسا ثم ارفع كلا الساقين بعيدا عن الأرض بقدر الإمكان بدون ثاني الرجبتين قم بمد الذراعين والساقين جيدا لتسهل رفع الجسد عن الأرض ابقى في هذا الوضع وأنت مستريح يساعد هذا الوضع في علاج عرق النساء وآلام أسفل الظهر كما أنه يقوم بتقوية عضلات الوركين والآن أخرج نفسا قم بإنزال الساقين إلى أسفل في اتجاه الأرض ابعد ذراعيك عن جسدك واسترح على الأرض يجب على مرضى القلب تجنب هذا الوضع سيتو بانداسنا ننتقل الآن إلى أوضاع العمود الفقري سيتو بانداسنا سيتو باند تعني عمل شكل الجسر ضم ساقيك وضع ذراعيك بجانب جسمك اثني الرجلين والرقبتين واجد بالكعبين تجاه المؤخرة امسك بكل الكاحلين بقوة خذ نفسا ثم ارفع ببطء مؤخرتك والجزع لأعلى بقدر ما تستطيع لتصنع شكل الجسر ابقى في هذا الوضع وأنت مستريح هذا هو الوضع الأخير ويساعد هذا الوضع على الراحة من الإحباط والقلق ويقوي عضلات أسفل الظهر والآن أخرج نفسا قم بالرجوع ببطء إلى الوضع الأصلي ثم استرخي تمدد على ظهرك لكن يرجى ملاحظة أنه لا يجب على السيدات اللائي في أشهر الحمل الأخيرة ممارسة هذا الوضع اوتانتا داسانا وضع رفع الساقين في هذا التمرين يتم رفع الساقين لأعلى باستقامة دون ثني الرجبتين استلق على ظهرك بصورة مريحة ضم الساقين ومدهم للأمام ضع يديك جانب جسدك ارفع ساقيك ببطء وأنت تأخذ نفسا لكن دون ثني الرجبتين حافظ على ارتفاع الساقين بزاوية قدرها 30 درجة حافظ على هذا الوضع لفترة مع التنفس بصورة طبيعية اخرج نفسا وانت تعيد الساقين ببطء لأسفل على الأرض يساعد هذا التمرين على توازن المركز السري في البطن أردها هلسنة وضع نصف المحراث يطلق على هذا التمرين هلسنة لأن شكل الجسم في الوضع النهائي للتمرين يشبه المحراث الهندي استلق على ظهرك على الأرض ضع يديك بجانب جسدك مع وجه الكفين على الأرض ارفع كلتا الساقين لأعلى بزاوية قدرها 30 درجة ثم ارفعهما لأعلى حتى زاوية 60 درجة وأخيرا ارفعهما ببطء حتى مستوى زاوية 90 درجة هذا هو الوضع النهائي لتمرين أرضها هلسنة يجب أن يكون الجسم والكتفان في وضعية مستقيمة والآن أخفض الساقين ببطء على الأرض دون رفع الرأس هذا التمرين مفيد للغاية لمرضى ضغط الدم ولكن يجب آداؤه بمزيد من الحرص بالنسبة لمن يعانون من آلام في الظهر يجب عليهم رفع ساق تلو الأخرى وليست كلتا الساقين أثناء آداء هذا التمرين بابانا مكتاسنا اثنى الرجبتين واجب الفغدين اتجاه الصدر قم بإدخال أصابع يدين في بعضهما البعض وضعهما على عظمة الساق تحت الرجبة ارفع الرأس والكتفين وحاول أن تلمس بذقنك الرجبتين هذا هو وضع بابانا مكتاسنا وهذا الوضع يعالج الإمساك ويريه من الانتفاخ ويقوي عضلات الظهر وأعصاب العمود الفقري أنزل رأسك على الأرض وأخرج نفسا ابسط ساقيك واسترخي يجب تجنب هذا الوضع في حالات وجود إصابات في البطن أو وجود فتاق وعرق النسى وأثناء الحمل شفاسنا كلمة شاف تعني الجسد الميت الغرض من هذا الوضع هو تحقيق الاسترخاء التام استلق على ظهرك مع المباعدة بين الساقين والذراعين ووضعهما في وضع مريح يجب أن يكون الكفان متجهين لأعلى والعينان مغلقتين قم بعمل استرخاء للجسد بكامله قم بمتابعة عملية التنفس واجعله منتظما وبطيئا ابقى في هذا الوضع حتى تشعر بالانتعاش والاسترخاء يساعد هذا الوضع على التخلص من كافة أنواع التوتر ويريخ الجسد والعقل وهو مفيد في التحكم في التوتر وتابعاه ترجمة نانسي قنقر يقوم بتحفيز مراكز التنفس في الفصل الأمامي للمهر اجلس في أي وضع من أوضاع التأمل اغلق عينيك واجعل جسدك بكامله في حالة استرخاء قد نفسا عميقا وجعل الصدر يتمدد اخرج نفسا من خلال جعل عضلة البطن تتقلص بقوة واستمر في عملياتي الشهيق والزفير ثم خذ نفسا عميقا وقم بأغذ نفس عميق ثم اخراج النفس ببط ثم استرخي وهذه هي مجموعة من حركات كابالبهاتي وكل مجموعة يجب أن يتبعها تنفس بعمق والآن قم بمجموعتين اخرتين ترجمة نانسي قنقر كابالبهاتي تنقي الجيوب الأنفية الأمامية وتساعد على التغلب على مشكلات الكحة وهي مفيدة في علاج حالات البرد والتهاب الغشاء المخاطية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية يرجى تجنب هذا التمرين في حالة الإصابة بأمراض القلب او ارتفاع ضغط الدم او الدوار والصداع النصفي والجلطات والفتاق وقرحة المعدة برانياما نادي شودانا او اونولوم في لوم برانياما هي عبارة عن التنفس بالتبادل عبر فتحة الأمث اليمنى واليسرى اجلس في وضع تأمل اجعل العمود الفقري مستقيما والرأس منتصبة مع غلق العينين اجعل جسمك يسترخي من خلال التنفس بعمق لمرات قليلة ضع الكفة اليسرى على الرجبة اليسرى في وضع جيانة مدرة اما اليد اليمنى فلا بد ان تكون في وضع الناس كاجرمودرا ضع الإبهام الأيمن على فتحة الأنف اليمنى ثم خذ نفسا عبر فتحة الأنف اليسرى أغلق فتحة الأنف اليسرى ثم أخرج نفسا من خلال فتحة الأنف اليمنى وبعد ذلك خذ نفسا عبر فتحة الأنف اليمنى أغلق فتحة الأنف اليمنى ثم أخرج نفسا من خلال فتحة الأنف اليسرى وهذه هي مجموعة من حركات النادي شودانا أو أونولوم بيلوم برانياما كرر هذه المجموعة لخمس مرات بالنسبة للمبتدئين يجب أن تكون فترة الشهيق والزفير متساوية وبالتدريك اجعل فترة الزفير ضعف فترة الشهيق يجب أن يكون التنفس بطيئا ومنتظما ويتم التحكم فيه والهدف الأساسي من هذه البرانياما هو تنقية القنوات الرئيسية للطاقة ويؤدي ذلك إلى تغذية كافة أجزاء الجسم ويساعد على الشعور بالهدوء كما يؤدي إلى تحسين التركيز ويزيد الحيوية ويقلل مستوى التوتر والقلب كما يعالج الترابات الكحة كلمة شيت تعني التبريد وتعني أيضا الهدوء والسكينة وكما هو واضح من اسم التمرين فهو يساعد على تبريد المنظومة الذهنية البدنية للممارس اجلس في وضع باداماسنا أو أي وضعية جلوس أخرى مريحة بالنسبة لك ضع اليدين على الرجبتين كما في وضع جانا مودرا أو وضع أنجالي مودرا لف لسانك من الجانبين وأخرجه من الفم في شكل يشبه الأنبوب خذ نفسا من الفم عبر هذا الأنبوب الذي كونته بلسانك املأ رئتيك بالهواء لأقصى درجة ممكنة ثم ادخل لسانك واغلق فمك اخرج نفسا ببطء عبر فتحتي الأنف هذا التمرين يساعد على تنقية الدم ويساعد على تقليل درجة حرارة الجسم وهو مفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع هذا التمرين لا يجعلك تشعر بالعطش ويقلل الإحساس بالجوع ويساعد التمرين أيضا على التخلص من الإمساك والاضطرابات التي يسببها للتهاب والكحة والصفرة والتمرين مفيد كذلك للجلد والعينين يجب تجنب ممارسة هذا التمرين لمن يعانون من البرد أو الكحة أو الكهاب الجيوب الأنفية بهرامري برانياما بهرامري تعني النحلة السوداء أثناء الزفير في هذه البرانيام فإن الصوت الناجم يشبه طنين النحلة السوداء خذ نفسا عميقا من خلال فتحتي الأنف ثم أخرج نفسا ببطء بصورة متحكم فيها مع إصدار صوت طنين عميق وثابت مثل طنين النحلة السوداء هذه هي مجموعة من حركات البهرامري كرر هذه المجموعة مرتين أخرتين هذا التمرين من التمارين الجيدة المهدئة للأعصاب وقد اكتشف أنه جيد في علاج الاضطرابات المتعلقة بالتوتر والآن قم بوضع البهرامري مع شال موكي مودرا أغلق أذنيك بإبهاميك ضع إصبعي السبابة على عينيك والإصبعين الأوسطين على فتحتي الأنف وإصبعي الخنصر وإصبعي البنصر على الشفتين افتح أنفك ثم خذ نفسا عبر فتحتي الأنف تحكم في إخراج الزفير ببطء مع إصدار صوت طنين عميق يشبه طنين النحلة السوداء وتعتبر برانيام تمرينا علاجيا مفيدا في التركيز والتأمل دهيان والآن فلنستعد الوضع دهيان دهيان أو التأمل هي عملية تدبر مستمرة اجلس في أي وضع من أوضاع التأمل حافظ على وضع عمودك الفقري منتصبا في صورة مريحة قم بعمل وضع جيانا مودرا واجعل كافيك لأعلى مع وضع يديك على فغذيك ويجب أن يكون الذراعان والكتفين في وضع راحة واسترخاء اغلق عينيك واجلس مع رفع وجهك لأعلى قليلا لا يتطلب هذا الوضع التركيز الشديد ولكن حاول التركيز فقط بصورة خفيفة في المنطقة بين الحاجبين وراقب عملية التنفس وضع دهيان يجعل العقل في حالة هدوء وسكينة وهو يزيد التركيز وقوة الذاكرة ووضوح التفكير وقوة الإرادة وهو يؤدي إلى إنعاش الجسم بكامله والعقل ويقدم لهم الراحة المناسبة وهو يساعد على خلق مشاعر إيجابية إن التأمل يؤدي إلى معرفة الذات استمر في وضع الدهيان هذا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر شانتي 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 شانتي